اشتركوا في القناة واستعرضنا في الحلقة الصادقة اساليب التفكير لانسان المختلفة والسؤال النهاردة والاهم هل يقع الانسان في خطأ التفكير هل الانسان خطاء زي ما يقوله طبعا العبارة صحيحة تماما الانسان يقع في خطأ التفكير ولكن قبل ما نتكلم عن اخطاء التفكير لازم نقول حاجة مهمة جدا هو احنا لما تكلمنا قبل كده وقلنا ان التفكير دائما يستصار في حالة وجود مسير بالعامية كده يعني التفكير له طرفين انا اللي بفكر ومشكلة بتواجهني خلي بالك من دك واس جدا انا بفكر ومشكلة بتواجهني دائما الانسان هو انسان في مواجهة مشكلة يبقى فيه كم طرف طرفين والخطأ هنا له سببين يا اما انه اخطاء هتبقى نبع مني انا الانسان الذي يفكر وفي الحالة دي بنسميها عوامل ازاتية للوقوع في خطأ التفكير العوامل ازاتية للوقوع في خطأ التفكير يعني عامل مني انا انا اللي اخطأت طيب وساعات الاخطاء تيجي بسبب المشكلة اللي انا بفكر فيها لها طبيعة خاصة معينة والحالة دي بتكلم عن عوامل موضوعية للوقوع في خطأ التفكير يبقى ببساطة عندي نوعين من انواع الوقوع في خطأ التفكير اخطاء بنسميها اخطاء ذاتية نابعة من ذات الانسان من الشخص اللي بيفكر من الانسان اللي بيفكر واخطاء جاية من الموضوع نفس اللي بفكر فيه او المشكلة اللي بيفكر فيها تعالوا نستعرض مع بعض العوامل دي عامل عامل بالتفصيل مع ذكر مثال طبعا لكل عامل منها فالعوامل الزاتية اول عامل فيها هو تغليب العاطفة على العقل يا نهر بياضي دي بقى المشكلة واي حد يسألك في الاول قبل ما تشرح يعني ايه تغليب العاطفة على العقل انت تقصد ايه بمصطلح عاطفة اصل مصطلح عاطفة ده مصطلح شوية مش محدد مش واضح فقولك العاطفة دي تشمل كل حاجة الحب القر الى اخر الغضب على فكرة كل دي مشاعر كل دي انفعالات وعواطف انسانية فتغليب العاطفة على العقل هنا يعمل مصيبة من اتنين لما الانسان يبدأ يلاقي عواطفه وقفة في سكة عقله عقله جاي ياخد القرار كده يعني انا جاي اخد قرار عقلاني اهو فجأة عاطفتي ظهرت فقال لي احصل لي قال لي ببساطة جدا هتعمل حاجة من اتنين يا اما ان عقلك حيغضع للعاطفة ويصدر قرار عاطفي يا اما ان عقلك حيبدأ يبرر العاطفة لأ انا عايز مثال اديني مثال كده بسيط يعني لما تشوف كده الام وهي بتوصف بنتها بتقارنها ببقية البنات فتقول لك دي اجمل البنات دي احلى واحدة جدا دي اجمل بنت في الدني على فكرة هي لو جات في الاساس جات تاخد قرار عقلاني فجات تقول فلانا الاجمل لكنها استدمت بوجود بنتها وعاطفتها نحيت بنتها فقال لي بنت يا اجمل البنات عندنا امثال شعبية بقى في مصر كتير جدا وفي العالم العربي يعني تلاقي مثال يقول لك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك استنى لك الغلط هنا غل بالعاطفة لاني بحبك فقبلت منك ما تفعله ولاني بكرهك ما بحبكش فمستني لك اي غلطة اكلك كيكلك عليها بالعمية المصرية كده وساعات يقول لك بقى مثال المثال الشهير جدا يقول لك مراية الحب عمية ليه عمية؟ وحد كتير يسأل ليه قالوا عليها عمية؟ لانك مجرد محبة حد عميت عن عيوبه مش قادر تشوف عيونه لا ترى الا محاسنه لا ترى الا مميزاته وده عيب العاطفة اول ما نحب نعمة ما نشوفش في اللي احنا بنحبه ده اي خطأ اي عيب يسأل كده طب انت قلتلي من ضمن الحاجات اللي انت قلتها قلتلي قد يقوم العقل بتبرير العاطفة في بعض الاحيان تعال كده حتقوم وقولها قادي مجموعة من الادلة كلها بتثبت ان ابنك ارتكب الجريمة دي وحكوم انت عليه عارف هتلاقي الام دي هتعمل ايه؟ عقلها هنا بقى حيبرر عاطفته ده الولد غلبان ده الولد طيب ما كانش يقصد على الفكرة ما بدملكش ادلة عقلانية ولا بتصدر اي قرار عقلاني الام هنا عملت ضرر عاطفة مش قادر تقولك ان انا مقدرش احكم عليه مش قادر تقولك اني مستحيل اللي هقولك انه متهم انه مزنب فتبدأ تبرر العاطفة الولد غلبان الولد طيب الولد مقصودش ده قطشب اخواته ده ده حنيئة حتقولك كل الكلام ده فهين تلاحظ ان العقل استدمع مع العاطفة ولذلك دائما نقول حاجة مهمة جدا حين يتخذ القرار لابد من تجنب العاطفة اجنبها قادر الامكان طبعا لان في ناس ما بتقدرش طبعا احنا بناء دمين وعندنا مشاعر وعندنا عواطفة على فكرة مش معنى الكلام ده ان ده ريس الفلسفة يعني خلو من العواطف لا ناس ده عواطف كل حاجة بس لما تيجي تاخد قرار خده قرار عقلاني ولو انت فاكر لما تكلمنا عن خصائص التفكير الانساني اول خاصة قلتلك انه نشاط عقل انساني يعتمد على الخبرة والمعلومة يعتمد على الخبرة والمعلومة طيب يبقى العامل الاول اللي هيوقعك في خطأ التفكير ويحذر منه ويقولك اهو اوعد غلب عاطفتك على عقلك طيب العامل التاني قال للقابلية للاستهواء كلمة جديدة شوية ايه بقى القابلية للاستهواء دي وايه المقصوب بيها يعني قال لبساطة المقصوب بيها انك ما تصدقش اي حاجة تتقلك سرعة التصدق بلا دليل على فكرة انك تصدق ده مش عيب بس اللي مكون عليه دليل لكن العيب هنا انك تصدق بعض الاقوال بعض الاخبار بعض الحد يجي يقولك اذا حصل كذا تصدق بلا دليل سرعة التصدق بلا دليل ده الواحده كفيل انه يوقعك في الخطأ وتلاقي نفسك صدقت وخدت قرار وبانيت حكم وتتفاجئ بعد كده حد يقولك على فكرة انت غلطان اصلا الكلام ده ما حصلش هتلاقي نفسك في موقف يعني كده لا تحسد عليه ليه لانك صدقت بلا دليل القابلية لاستهواء هي سرعة تصدق ما يقوله الاخرين دون دليل وده مهم جدا ليكم طلبة صف الاول السنوي لان اذا انا قلت يعني طلاب اللي منذ الاغلب وقتهم على مواقع التواصل الاجتماعي واخبار كتير جدا بنشوفها ويعني منشورات كتير جدا بتقابلنا واحنا على مواقع التواصل الاجتماعي لكن نقولك ايه واعتقع في الخطأ لو صدقت بسرعة هتوقع في الخطأ لازم يكون عندك الحس النقدي انك تقبل بس بدليل ارفض بس بدليل وده النقدي هنا على فكرة او قبل الاستهواء دي عملت مشكلات كتير في مجتمعات يعني في مجتمعات لما تلاقي عندها يعني السزاجة دي وعند في ناس كتير بتصدق الكلام ده بيقولك القبل الاستهواء هي السبب في انتشار الشائعات والخرافات والدعايات تلاقي ناس كتير جدا تصدق اي كلام وفجأة يعني تستطيع يلاقي ده في شائعات خرافات ابسط مثال في بعض كده الدعايات اللي تلاقيها موجودة يعني ان السلعة دي سلعة جميلة جدا واعلانات بنشوفها كتير جدا وسعرها رخيص وسعرها جميل وترح تشتريها تلاقيها دون المستوى تماما انت صدقت بسرعة الدعايات فلذلك دائما عكس او يعني التأكد من المعلومة هيقضي على الشائعات التأكد من المعلومة قبل ما صدقها والخبر قبل ما صدقها هيقضي على الخرافات هيقضي على الدعايات الكاذبة طيب ده العامل الزاتي التاني انت واخد بالك شو معايا ان العوامل دي نبع منك انت انت كانسان انت اللي بتقع في الخطأ طيب العامل الثالث ايه هو قال التصرع في الحكم ودي مصيبة بقى خد عندك كتير جدا انك بسرعة بسرعة جدا تقع في اخطاء التفكير لما تصدر تصدر احكاما متسرعة دون مقدمات ودون يعني معلومات كافية ومدروسة وكتير بقى كتير جدا شوف ده في حياتنا اليومين يعني انت فجأة كده تلاقي زميلك كده انت غيبت مبارح شوف انت اللي هتقع في الخطأ درقتي فجيت تاني يوم المدرسة فواحد كده قالك ايه مش مبارح مستر عصام يعني اتريق عليك وقال عليك كلام وحش فروحت انت انفعلت بسرعة جدا وتصرعت في اصدار الحكم وصدقت على فكرة تانا بتعمل الاتنين قبل الاستواء وتصرع في الحكم وصدقت او ساعات تروح بلد ويتسرق منك موبايل فتقول كل القرية دي كل البلد دي كلها حرمية ده تصرع في الحكم علي فكرة وساعات تخش مثلا يعني مثلا في حدثة معروفة جدا احد الاطباء كان بيدرس مرض الجزام وده مرض جلدي يعني فلاحظ ان عدد من الحالات المصابة بمرض الجزام بتاكل السمك بشكل شارع يعني شكل زاد عن اللزوم يعني بتاكل السمك بشراه يعني فتصرع بسرعة جدا واصدر حكم وقالك بس ده السمك هو سبب مرض الجزام واصدر الحكم وتصرع في اصدار الحكم لكن هو نفسه بعد فترة هذا الطبيب الإنجليزي بتدخله حالات تانية بيشوف حالات تانية بيجي لها مرض الجزام وهي ما بتاكلش السمك أصلا فيكتشف هذا الطبيب انه تصرع في اصدار الحكم وانه اعتمد على حالات ضغط هلية مش حالات مش كافية يعني حالات قليلة وأصدر حكم فيعرف على طول انه تصرع في اصدار الحكم طيب نشوف ده خلي بالك دي الحالة التالتة من حالات او العوامل الذاتية الوقوع في خطأ التفكير اول حاجة انت غلبت عاطفتك تاني حاجة انت صدقت كل الكلام اللي اتقالك بلا دليل بلا نقد من غير ما تتأكد منه تالت حالة انت تسرعت في الحكم من غير ما تتأكد هل هو صحيح ولا من صحيح سليم ولا من سليم الحالة الاخيرة قال للتعصب والتطرف التعصب والتطرف من العوامل اللي تؤدي بصاحبها للوقوع في خطأ التفكير تعال نشوف كده واحد 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 يعني التعصب لوحده والتطرف لوحده معنى ده ايه ومعنى ده ايه قال للتعصب دايما هو الانحياز بشدة الفكرة واحدة ورافض اي فكرة عكسها يعني انت في دماغك فكرة رافض تسمع اي فكرة عكسها تماما يعني يعني ساعات يقولك تلاقي كده التعصب القروة كتير جدا عندنا بيشجع الندي بتاعه وهو مهما قلتله مهما قلتله قدي ايه النادي بتاعه مستوى متدني قدي ايه النادي بتاعه دوت يعني بيخسر بطولات كتير جدا قدي ايه النادي ده يعني دارته وهكذا وتقدم له وهو على طول هو مسج فكرة واحدة رافض اي فكرة تانية ورافض يستمع لكل الافكار اللي عكسها على فكرة ايس على كده التعصب الديني والتعصب القروي والتعصب قيمة مرفوضة وهتؤدي بك انك تبقى عندك سبات في التفكير عارف التفكير اصلا من سماته المرونة التفكير من سماته انك على طول دائما بتجيلك معلومات جديدة فتغير فتبدل فتلاقي نفسك بتتطور بتنجح بتتفوق بتعرف عيوبك وتصلحها لكن الشخص المتعصب لا ده شخص انحاز لفكرة واحدة فقط ورافض تماما يسمع اي فكرة اخرى مخالفة لها طب ده التعصب اما للتطرف ايه احنا قلنا عايزين لميز ما بين التعصب والتطرف اللي التطرف هو المغالاة والافراط في تقدير الافكار او المواقف او زي ما بتقول انتو الشباب كده اقولك ايه الافوار مافوار او في قيمة هذا الفكرة يعني فيه فكرة في دماغه وهو مافوار او فكرة انها يعني لماليش حل هي التميم جدا طب فيه افكار غيرك فيه افكار مختلفة فيه وجهات نظر مختلفة فيه رؤى مختلفة لا هو شف فكرة معينة ودها تقدير اعلى من تقديرها قيمة اعلى من قيمتها اقول له هنا انت في حال التطرف يبقى التطرف والتعصب عامل الرابع والعامل الاخير من العوامل الذاتية للوقوع في خطأ التفكير يبقى انا عندي اربع عوامل ذاتية تغليب العاطفة على العقل القابلية للاستهواء التصرع في اصدار الاحكام دون اساس متين واساس وادلة كافية اخر حاجة التعصب وتطرف زينا بدأنا الحلقة النهاردة وقلنا خلي بالك ان عوامل الوقوع في الخطأ التفكير منها عوامل ذاتية نبع منك ودي خلاص انتهنا منها وقلنا ان فيه نوع تاني من عوامل الوقوع في خطأ التفكير وهي اخطاء نابعة من المشكلة ذاتها الموقف ذاته ساعة تقابل مشكلة هي طبعتها كده يعني عوامل مش نبع من الزات طيب اول عامل من العوامل الموضوعية الوقوع في خطأ التفكير قال لي هو عدم الدقة في استخدام اللغة انت تستخدمش اللغة بدقة اساسا بقى حد وحد يقول لك ايه من راحة بس هو ايه وظفة اللغة اصلا في الاساس باللغة دي وظفتها ايه هقوله هي الاداة اللي بيوصل بها الانسان افكاره مشاعره مخاوفه انا بقول بها ده اظن احنا قلنا ده قبل كده في حلقة سابقة لو فاكرين معايا كنا بنقول ان التفكير الانساني من خاص قائصه ان بيتم التعبير عنه بشكل لفظي ورمزي فانت بتعبر عن افكارك باستخدام اللغة فيبقى الوظيفة الاساسية للغة هي التعبير عن افكارك التعبير عن مشاعرك التعبير عن كل شيء بيدور بداخلك طيب بس احيانا ساعات اللغة بتبقى غير واضح غير محددة فيها عدم دقة في الاستخدام طب عدم الوضوح في اللغة وعدم الدقة في الاستخدام هيعمله معايا ايه قال له هيوقعوك في خطأ التفكير هتوقع في خطأ التفكير يعني في بعض الالفاظ عندنا لها اقصر من معنى لمقول لك جبن الجبن دي معنى ايه هل بتقصد بيها الجبن اللي بتاكل ولا الشعور والاحساس بالخوف كلمة عين مثلا كلمة عندي لها معاني كتير جد لها حوالي خمس ست معاني هل بتقصد بكلمة عندي العين البشرية ولا الجسوس ولا حرف العين ولا نبع المية اللي بيصدر منه المية ولا الحسد ما احنا عندنا في مصر كلمة عندي لها خمس معاني هو يعني عندنا لها خمس معاني العين البشرية حرف العين عين المية الحسد والجسوس ساعات بيسموه عين في اللغة العربية يبقى أنا لما أكتب كلمة عين كده واسكت من غير ما استخدمها بدقة وفي السياق صحيح مش ده هيوقع في خطأ عشان كده قلنا هناك ألفاز تحمل أكثر من معنى قلنا ده في ألفاز ساعة ليس لها معنى أساسا لفظ نقوله تدور عليه في الواقع فيما تقوله يعني بيدل على إيه في الواقع ما تلاقيش إيه سعى لدينا بقى في مصر يقولك الغول البعبة عنقاء ألفاز كده ونقولها ونستخدمها طبعا ده متستخدمها مع الأطفال طبعا بس الناس بتستخدمها فعلا وبعض الناس تتكلم عليها وكأنها شيء له وجود وله واقع لا ليس لها وجودة ليس لها واقع يبقى فيه ألفاز ليس لها وجود ليس لها مدلول في الواقع أنا عايز أقول لولادنا بس حاجة فيه ظاهرة كده منتشرة بين شبابنا وولادنا النسعة يقولك أنا بقلش يرمي لفظ كده ويقول لفظ يحمل معنى في ذهنه هو ومعنى عام ما ينتشر بين الناس ويعتبر ده نوع من الفكاهة أقول لالش ده نوع من أنواع عامل من العوامل التي تؤدي إلى الوقوع في خطأ التفكير لأنك بتقول اللفظ بمعنى والناس بتستقبله بمعنى آخر ده في حد ذاته خطأ من أخطاء التفكير ويعمل هنا المفارقة يعني من العوامل الموضوعية كمان للوقوع في خطأ التفكير نقص المعلومات لما تيجي تحكم على مشكلة أو تواجهك مشكلة عشان تفكر تفكير سليم وتتخذ قرار سليم في المشكلة دي لازم يكون عندك معلومات كافية عن الموضوع ده ومعلومات دي معلومات موثوق منها متحقق منها يعني أنا وثق منها عشان لما أخد القرار وأخد موقف أبقى أخده سليم بنيه على معلومات وخلي بالك برضو ده بيفكرنا بحاجة قبل كده أن التفكير الإنساني يعتمد على الخبرة الصادقة والمعلومات وليس الإحساس طيب نقص معلوماتك عن المشكلة اللي أنت بتواجه أو الموقف اللي أنت بتواجه هيخليك تصدر حكما صحيحا لأ طبعا ما عندكش معلومات كافية أنت مش فاهم كل جوانب الموضوع على سبيل المثال كده والمثال اللي تقال في الكتاب أن الطبيب ساعات أو خلي بالك بقى الطبيب ده هيقع في خطأ لما يروح له مريض فياخد الكلام اللي قاله مريض وصف المريض لألمه ويعتبر دي كل المعلومات اللي هو عنده وبناء عليها شخص طبعا ده خطأ بيوعى فيه الأطباء دلوقتي بعض الأطباء طبعا أمه للصحاب إيه؟ قال للصحاب الدكتوري قال لك روح يعمل أشعة روح يعمل تحليل استخدم السماعة على الأقل استخدم أجهزة وأدوات يرصد بيها ويلحظ بيها يجمع بيها معلومات هنا بقى أبدأ أقول أنه هو هنا ما وقعش في خطأ التفكير لكن أنه يكتفي بس بالمعلومات اللي قالها المريض بس كفايا كده؟ لا هيقع في خطأ التفكير عندي عامل كمان وده العامل الثالث من عوامل الموضوعية في الوقوع في خطأ التفكير وهو السلطة والهيمنة أو الهيمنة تتبثل في إيه بقى الهيمنة؟ ساعة نقبل طبعا مش كل الناس طبعا رأي لشخصية زو نفوز أو له تأثير عليك أنك تقبل رأي حد أنت مش مقتنع مش مصدق معندكش دليل بس هو شخص بقى يعني يا عزيز على قلبك قوي بتحبه يا إما مديرك يا إما يعني السلطة هنا لها مجال كتير جدا يا إما سلطة دينية سلطة فنية سلطة سياسية هيكات نوع السلطة أو الهيمنة يعني حد يمارس نوع علام الهيمنة فاقبل الأمر دون تفكير دون مناقشة يعني أنت بتقبله كده بس يعني عشان خاطر أنا بحب الشخص ده مدرسي طلب مني حاجة أقوم بيها وخلي بالك أصلا أنا مش قد المهمة دي يعني أنا أصلا مش كفء ليها بس أنا قبلت هذا المسألة والدي فيقول لي مثلا لأ لازم تدخل هنا وتبقى محامي طب أنا عشان ما زعلش بابايا قبلت دخول قليلة الحقوق مثلا يعني هنا أقولك أنت وقعت في خطأ التفكير لأنك اتخذت قرار خضوعا لسلطة خضوعا لهيمنة شخص ذو تأثير عليك له تأثير عليه فقبلت ده يعني رئيسي في العمل يعني قال لي أحرقني فقال لي أعمل كذا وأنا مش في إمكانات والقدرات لكن قبلت القيام بهذه المهمة يعني تحت تأثير نفوزه أو هيمنته علي أو تأثيره علي في الحال دي بقى أنا وقعت في خطأ من أخطاء التفكير كمان في آخر عامل معانا من عوامل الموضوعية في الوقوف في خطأ التفكير هو صعوبة المشكلة ساعات لازم نعترف كده إحنا اتفقنا النهاردة في بعض الأمور كده المبادئ اللي قلناه إحنا ماشيين إن إحنا أسلبنا مختلفة في التفكير أسلبنا مختلف وإن ده دليل على إن التفلسف فيه قيمة التسامح وقبول الرأي الآخر فأقولك إنه ساعات الإنسان فينا يواجه مشكلة أعلى من قدراته العقلية والمعرفية فيتصدى لها أقوله من المؤكد أنت حتفش ليه؟ ما هدي فوق مستوىك العقلي والعلمي والمعرفي وده يحصل لك مثلا بيحصل لبعض الطلاب لما انفاجئ كده طالب يقولك إيه؟ أنا هروح أخش علمي أو هخش أدبي وهي قدراته أصلا مش علمية فبعد بيخش القسم العلمي يفاجأ إنه قدراته أصلا مش كده فعلى طول يقولك أنا أحاول أدبي أو العكس ساعات على فكرة فيه ناس تخش القسم الأدبي وبعد فترة يقولك لا لا أنا مش قدراته أدبي أنا هرجع للقسم العلمي ففي بعض الأحيان نواجه مشكلات مستواها يفوق مستوانا إحنا العقلي والمعرفي مستوانا مش مستوانا أنا مش أدي ده معلوماتي مش أدي ده يعني أنا مثلا كبيري أفتح الكمبيوتر أستخدمه لكن أعمله الصيانة أصلحه قدرات المعرفية والعلمية لأ ما قدرش رفتح جهاز كمبيوتر أقول أنا هشوف اللي هصلحه فيه أنا قدراتي إمكانياتي لأ أنا مستخدم للجهاز يوم ما هيبوز مني هشوف حد يمتلك المعلومات والمعرفة اللي تخليه وجه ده يبقى صعوبة المشكلة تتمثل أنك هتواجه مشكلة تفوق مستواك العقلي مستواك المعرفي تفوق معلوماتك طب يدينا مثال نشوف المثال كده مع بعض اللي تقال في الكتاب المدرسة أنه هو ساعات يقولك إيه أب طبيب طلب من ابنه أن يخش القسم العلمي ويتخرج ويخش قلة الطب عشان يتخرج ويتولى مسؤولية العيادة والمستشفى بتاع بابا الولد أصلا في الأساس قدراته ليست قدراتا علمية الولد قدراته أدبية ميال للشعر والأدب والتاريخ والفلسفة فالطالب ده مجرد بدخل القسم العلمي بدأ يكتشف أنه يعني قدراته العقلية وقدراته العلمية لا تتناسب مع القسم العلمي هنا أقوله أنت واجهت صعوبة تفوق مستواك النهاردة بدأنا نستعرض في البداية يعني إيه عوامل وقوع خطأ التفكير وقلنا أن العوامل دي عوامل ذاتية وعوامل موضوعية عوامل ذاتية نابعة من داخل الإنسان من داخل الإنسان يعني من ذات الإنسان أنا اللي بقع في خطأ التفكير وعوامل موضوعية تتعلق بالمشكلة نفسها أو الموقف أو اللي أنا بواجهه ودي عوامل قلنا يعني مش بالضرح تقع فيها كلها يعني في بعض الناس تقع في عامل أو عاملين وقلنا أن العوامل الذاتية دي هي أولا تغليب العاطفة على العقل وقلنا أن ده خطأ حين يكون هناك مجال اتخاذ القرار أو اتخاذ موقف وأن من العوامل الذاتية كمان القابلة للاستهواء سرعة التصديق الأفقار بلا دليل بلا مبرر وأن التصرع في إصدار الأحكام بلا مقدمات مدروسة بلا معلومات مؤكدة بلا خبرة سابقة وأن من العوامل الذاتية التعصب والتطرف وأن التعصب والتطرف مرفوض سواء كان تعصب أو تطرف ديني كراوي فني أي كان نوع التعصب والتطرف قلنا أن العوامل الموضوعية التي تؤدي للوقوع في خطأ التفكير منها عدم الدقة في استخدام اللغة وكنا سبق وأكدنا أن اللغة والفكر يعني وجهيه لعملة واحدة فحضرتك بتعبر عن تفكيرك باستخدام اللغة قلنا كمان من العوامل الموضوعية نقص المعلومات ما عندكش معلومات كفاية فبالتالي أحكامك هتبقى أحكام خاطئة ما لمتش بالموضوعات كلها ساعة تسمع كده كلمتين فتتكلم في الموضوع وتتفاق أنك ما بتعرفش أصلا شيء عن هذا الموضوع فأحكامك تبقى أحكام خاطئة أن السلطة أو الهيمنة وأنك تقبل أنك تقوم بمهمة معينة أو تقبل برأي شخصه معين زو هيمنة وزو تأثير عاطفي أو تأثير ديني أو تأثير فني يعني له تأثير على شخصية حضرتك من غير ما تناقشه من غير ما تاخد تدي معاه في الكلام طبعا خطأ طبعا وأن من العوامل الموضوعية كمان صعوبة المشكلة ودي من العوامل اللي بتواجه الإنسان لما بيواجه مشكلة تفوق قدراته العقلية وقدراته المعرفية وقدراته العلمية وطبعا بيبان جدا لما قلنا أنك لما بتدخل قسم لا يتناسب مع قدراتك من الموضوعات المهمة واللي الولاد كتير جدا بيسألوا عليها ويقول لك احنا بدأنا الفلسفة المادة اسمها مبادئ التفكير الفلسفي مبادئ التفكير العلمي ومحدش كلمنا عن كي امتى نشأت الفلسفة دي وزاي نشأت الفلسفة أساسا وفي أي حضرات وفي أي شعوب وفي أي مجتمعات وهنا بدأ أقول له حاجة مهمة جدا وأقول له أن نشأة الفلسفة نشأة الفلسفة نشأة يعني تقاسمتها الحضرات ليه؟ هقول لك على حاجة مهمة جدا التفكير الإنساني احنا قلنا اسمه تفكير إنساني ما كانش في مجتمع دون مجتمع وما كانش في حضارة دون حضارة مافيش حضارة هي اللي فكرت وحضارات ما فكرتش مافيش حضارات قدمت وأبداعت وحضارات ما أبداعتش عشان كده نشأت الفلسفة نشأت في حضارات كتير جدا لكن الأسلوب الفلسفي والطابع الفلسفي في حضارة يختلف عن حضارة تانية حضارات الشرق القديم لها اسلوب ولها طريقة ولها اسلوب مختلف وعوامل مختلفة لقدت لنشأتها وموضوعات مختلفة وحضارة اليونان لها أسلوبها المختلف في التفلسف وفي نشأة الفلسفة وموضوعاتها سعلى فكرة خلي بالك لتنين بيعتبروا مكملين لبعض أو سياق واحد أو خط واحد يعني بدأت شرق كملت يونان عشان كده التفلسف ونشأة الفلسفة ما نقدرش نقول إنها حكرة على شعب بعينه لكنها نشأت في مجتمعات وشعوب مختلفة الشرق القديم مجتمعات كتير جدا الحضارة اليونانية مجتمع آخر كل مجتمع نشأت فيه الفلسفة ولكن بقضايا مختلفة وأسلوب مختلف ده اللي إن شاء الله حنتعرض له بالتفصيل إن شاء الله في الحلقات القادمة لما نبدأ نتكلم عن نشأة الفلسفة تعريف الفلسفة وأهمية الفلسفة بالنسبة لي كفرد وبالنسبة للمجتمع وهل يا ترى تستطيع الفلسفة أن تسهم في تقدم المجتمعات وتغييرها ويعني إحداث نوع من التقدم على المستوى الحضاري يا ترى الفلسفة تقدر تقوم بدا ده اللي هنعرفه في الحلقات القادمة لما نبدأ نتكلم عن نشأة الفلسفة نهاية إلى أن نتكلم وظيفتها في استشراف المستقبل انتهت حلقتنا النهاردة بسرعة ونشكركم جدا لحسن الاستماع والإنصاط ويا رب نكون أفدناكم وقدمنا لكم مادة علمية مبسطة تسهل عليكم فهم واستيعاب المادة العلمية لمبادئ التفكير الفلسفي ومبادئ التفكير العلمي وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى نستعرض فيها باقي أجزاء المنهد نلقاكم على خير إن شاء الله